اشتركوا في القناة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنعقدة في جينيف للوقوف أكثر حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من جينيف سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة أهلا ومرحبا بك إذن ما أهمية مشاركة مملكة البحرين في هذا المحفل البرلماني الدولي الذي يناقش تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية وخصوصا إذا ما نظرنا لما حققته المملكة دستوريا وتشريعيا وتنفيذيا على هذا المستوى تشارك السلطة التشريعية ممثلة في مجلسية الشورى والنواب في مملكة البحرين في القمة العالمية لذوي الشأن في موضوع المساواة في قوانين الجنسية هذه المشاركة لوفد مملكة البحرين تكمن فائدتها في أهمية بيان الوضع في مملكة البحرين فيما يتعلق بوجود قوانين فاعلة وسياسات ناجحة للمساواة بين الجنسين حيث تعد مملكة البحرين بلد متميز في هذا المجال وهذا ما ينص عليه الدستور ومثاق العمل الوطني هو القوانين ذات الشأن وكذلك ما تترجمه السياسات الحكومية في الواقع أن موضوع الجنسية دائما في كل البلدان تحكمه عدة أطر منها القوانين الدولية من جهة والقوانين الوطنية النافذة وأمر السيادة لكل دولة والإجراءات المرعية والمتبعة في هذا الشأن وذلك فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدها أو سحبها نحن كوفد مشارك قد بينا ذلك حثناء جلسات المؤتمر نعم أيضا حدثنا أكثر عما تطرقت إليه أعمال القمة من مواضيع وبنود وأيضا ما تم التطرق إليه في الجلسات المتخصصة وكيف يمكن أن ينعكس ذلك عن طريق مخرجات وهذه المخرجات تسهم في العمل التشريعي في مملكة البحرين تطرقت أعمال القمة لقضية المساواة بين الجنسين في الإطار العالمي والقوانين الدولية من حيث وجودها في قوانين الجنسية والروابط بين هذه القوانين خصوصا في مسألة انعدام الجنسية ومسألة تمكين المرأة ومساهمتها في المجتمع وأمور التنمية بكل أشكالها ولا شك أن هذا النوع من الاجتماعات يكون له انعكاس فصائدة كبيرة في هذا المجال من حيث الاستفادة من تجارب الدول بالنظر للتشريعات المشابهة وما هو مختلف عنها ومن الجدير بالذكر أن التشريعات الوطنية تعد في كل دولة بما يلائم حاجات هذا البلد وظروفه بحيث تستقيم مع الحقوق الإنسانية وعملية الأصلاح نحن في السلطة التشريعية في مملكة البحرين عندما نعد أي قانون مهما كان سواء متعلق بهذا الأمر أو غيره أو عندما نسعى إلى تعديل القوانين النافذة هناك مجموعة من الأمور يتم مراعاتها منها حاجات المجتمع لهذه التشريعات ملائمتها للظروف الوطنية وكذلك ما هو معمول به في دول مشابهة ظروفها لظروفنا وكذلك ملائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نعم من جنيف سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك نعم من جنيف سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك